السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ايها الاحب الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نطرح عليكم سؤال كبير سؤال قد يؤرق الكثير منذ سنين طويلة والجواب في كتاب الله تعالى السؤال ما الغاية من هذه الحياة لماذا نعيش وإلى أين نصير يجيبه ربنا سبحانه وتعالى فيقول يا ايها الناس ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور تأملوا معي ايها الاحب الكرام سورة رجل عمره حوالي سبعين سنة في ماذا يفكر هذا الرجل ماذا يضر في خلده حول الايام التي مضت من عمره حينما يرى وجه في المرآة ويرى الشيب قد كسى شعره والتجاعيد قد غزت وجهه وأصبح فيه علامات الشيخوخ والهرم في ماذا يفكر الناس في هذا السن يصابون بالدهشة والاستغراب ويتسألون في أنفسهم ترى كيف مرت كل هذه الأعوام الطويلة بهذه السرعة دون أن يشعروا بها سيقولون لك لم نفهم شيئا يذكر من هذه الحياة التي مرت بسرعة في لمح البصر عندما كان هذا الرجل في العشرين من عمره أو لما كان في ريعان شبابه لم يكن يتصور أبدا أن يد الشيخوخة والهرم سوف تطاله في يوم من الأيام لم يكن يدرك ذلك في خياله لقد عاش في خضم سنوات طوال دون أن تتبادر إلى ذهنه بعض الأسئلة المهمة أولها ما الغاية من هذه الحياة التي مرت كلمح البصر ولأي غاية عشت كل هذه الأعوام حتى وصلت إلى السبعين وتجاوزت هذا السن الناس أشكال وألوان فالغافل يقول لقد مرت معظم السنين حياتي لغايات تافهة وفارغة بداية كنت أعيش من أجل أمي وأبي وبعدها صرت أعيش من أجل زوجتي ثم بعد ذلك صرت أعيش من أجل أولادي وعائلتي ووطني ومبادئي أما الآن فإن الموت بدأ يقترب مني وسأرحل قريبا عن هذه الدنيا وماذا بعد ذلك؟ هذا السؤال المهم ماذا بعد ذلك؟ بعض الناس لا يريدون أن يطرحوا هذا السؤال ولا يريدوا أن يجيبوا عنه هؤلاء الذين نسهم الله هؤلاء الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم يعيشون في غفلة كبيرة كما قال الله تعالى في كتابه العزيز يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون سيحسب الذين عمروا في هذه الدنيا حتى مئة سنة بأنهم لم يلبثوا فيها سوى يوما واحدا فقط أو بعض يوم تماما مثل الشخص الذي ينتبه من نومه بعد حلم طويل فيكتشف أن ما رأاه من حلم حول عطلة طويلة كان عبارة في الحقيقة عن عدة ثوان فقط بل ستبدو له هذه الحياة التي عاش سنواتها طوالا بأنها مجرد أوقات معدودات هذه الحياة التي حرص عليها وتشبت بها وتمسك بأهدبها ستبدو كأنها عبارة عن سويعات أو ساعة واحدة فقط وهو مستعد لأن يقسم ويحلف على أن هذه الحياة ما هي إلا ساعة كما قال الله تعالى وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ ما لبثوا غير ساعة وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غير ساعة كذلك كانوا يُكْفَكُونَ هذا بالنسبة للناس الذين نسوا الله فأنساهم وأنفسهم نسأل الله السلامة والعافية أما المؤمنون المتقون الصالحون الذين يعيشون في رحاب الإيمان ويؤمنون بالغيب فإنهم يجيبون على هذه الأسئلة السابقة بكل بساطة إن الإنسان طوال حياته يسعى لتحقيق أهداف وغايات منها ما هو مدي ومنها ما هو معنوي مثل الغنى والبحث عن المال والمركز الاجتماعي والسلطة والمقام الذي يفتخر به بين الناس إضافة إلى الزوجة والأولاد والبيت وغير ذلك هذه كلها تعتبر من الزينات التي لا يستطيع الإنسان التخلي عنها إنها زينة الحياة الدنيا فجميع الطاقات والجهود توجه عادة للحصول على هذه النعم لكن على الرغم من معرفة الإنسان أن كل هذه الأشياء تأتي وتذهب وأن كل شيء على وجه الأرض يفقد قيمته ويبلى مع الزمن بل ويفنى على الرغم من كل هذا فإن الإنسان يظل مرتبطا بشدة بهذه الأشياء لا يستطيع التخلي عنها بسهولة فعلى الرغم من معرفتنا أن هذه الأغراض والممتلكات التي نملكها ستبلى يوما من الأيام أن المزارع لن تبقى دائما بنفس الخصوبة وأن الزوجة التي كنا نتغنى بجمالها سيأتي يوما من الأيام تفقد حسنها وتفقد جمالها وأن كل شيء نريده في هذه الحياة سيأتي يوم سوف تضيع فيه البهجة وسوف ينقضي أو سوف يرحل إلى غير رجعة لكن مع كل هذا العلم فإن كل واحد منا يظل مرتبطا بزينة الحياة الدنيا بشكل قوي الذي ينبغي أن ندركه أنه بعد الموت الناس يستيقضون من جديد وهناك يعرفون بأنهم قد خدعوا بهذه الدنيا هذه الدنيا التي سحرتهم وبهرتهم بجمالها وزينتها وجدبت الزائلة لقد أعطينا للأشياء الفانية قيمة أكبر مما تستحق بعد الموت الكثير مننا سوف يدرك بأنه ما كان يجب عليه أن يعمل في هذه الدنيا بهذا الجهد الكبير وينسى الاهتمام بالعبودية لله عز وجل سيدرك بأن اللهت وراء ما كنا نظنه زينة الحياة الدنيا أنه سرعا ما ينقضي وكل من شغلنا به من أشياء بعيدة عن ذكر الله إنما هو ضياع وكله دهاب إلى زوال الذي يبقى والملك الحقيقي وهو عبادة الرحمن وهو العبودية لله الواحد القهار هذا ما أشعر إليه القرآن الكريم حينما قال الله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرط ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب جميع القيم الدنيوية من تروة وسلطة وجاء وأولاد وتجارة ومناصب كلها تحاول أن تلهي الإنسان عن الله عز وجل وعن الآخرة كلها تحاول أن تغريه كي يعيش فقط من أجل الدنيا لكن أهل الله الذين يدركون عدمة الله ويقدرونها حق قدرها يعلمون أن كل شيء في هذه الدنيا إنما هو مجرد متاع زائل وما هو إلا وسيلة لامتحان الإنسان واختباره يعلمون أن واجبهم هو القيام بوظيفة العبودية الحمد والشكر لله رب العالمين على هذه النعم والخيرات سيكتشف الإنسان بأن كل ما جمعه من مال وما اكتنزه من ذهب ونقود في الأبناك وما اشتراه من بيوت وأراضي وسيارات لن تكون له طوق نجاة يوم القيامة ألم يقل رب العزة ألهاكم التكاتر حتى زرتم المقابر الخطأ الذي يقع فيه الكثير منا هو اعتقادنا بأن الآخرة شيء بعيد ومننا ربما من لا يؤمن أصلا بوجودها مما يجعل أن الدنيا هي منتهى همه وأرفع مكانته ومن تم يسير فيها ويتوقى أن يخسر فيها ولكن حينما ترفع عنه سورة الجهل وسورة التكبر حين ذاك يعرف بأن النعم في هذه الدنيا إنما هي وسائل مؤقتة وأنها متاع زائل وأن من عرف الله سبحانه وتعالى فإنه يكون من الفائزين يقول الله تعالى إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون نسأل الله السلام والعافية فعلا أيها الأحبة الكرام ظهرت أمثال هذه الحالة النفسية طوال التاريخ فمنذ القدم كان أشخاص كثيرون منهم الملوك والأمراء والسفراء والأعيان والحكام والفراعنة يحسبون أن الغنى سيجعلهم يعيشون مخلدين حتى إن البعض منهم كان يدفن جزءا من ماله في قبره وذلك لعدم إعطائهم أي احتمال لوجود قيمة أعلى من قيمة النقود والأموال التي يمتلكونها وتواهم بعض الناس بأن هؤلاء الأشخاص هم في الطريق الصحيح وظنوا بأنهم هم الفائزون والحقيقة أن أمثال هؤلاء الذين يبدو أنهم قضوا حياتهم ويوم يتمتعون بها قد واجهتهم النهاية الغير السعيدة كما قال الله تعالى أيحسبون أن ما نمد بهم من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون ويقول فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون نسأل الله السلامة والعافية فيا أيها الأحباب الكرام هناك شيء مهم يجب أن لا يغيب في أي وقت عن أدهاننا وهو أن الغنى كله ملك لله تعالى وحده وأن صاحب الملك الحقيقي هو الله تعالى وهو يوزع حصصا من ملكه على من يشاء من عباده وفي مقابل هذه النعم يريد من عباده أن يشكروه وأن يؤد له فرود الطاعة والعبودية على الوجه الصحيح لذا فإن الشخص الذي منحه الله تعالى الغنى لا يستطيع أن يسلبه منه كما لا يستطيع أي أحد أن يعاونه ويساعده على استعدى تروته إلا الله سبحانه وتعالى وكل هذا عبارة عن جزء من طبيعة الإبتلاء الذي جعله الله للعباد في هذه الدنيا والمؤمن الواعي العاقل يدرك هذا الأمر بينما الشخص الغافل هو الذي ينسى أنه سيأتي يوم يقدم فيه إلى رب العالمين ويقدم فيه الحساب بين رب العباد اللهم يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين يا نور السماوات والأرض ويا ديان السماوات والأرض ويا عماد السماوات والأرض نسألك اللهم في صلاتنا ودعائنا بركة تطهر بها قلوبنا وتكشف بها قربنا وهمومنا وتدهب بها مرضنا وسقمنا وتقضي بها ديوننا وتجنو بها أحزاننا وتجمع بها شملنا وتغفر بها ذنوبنا وتصلح بها أمورنا وتغني بها فقرنا وتدهب بها شرنا وتبيض بها وجوهنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين إليك مددنا أيدينا وفيما عندك عظمة رغبتنا فاقبل توبتنا وارحم ضعف قوتنا واغفر خطايانا واقبل معذرتنا واجعل لنا من كل خير نصيبا وإلى كل خير سبيلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله إن أعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة